موسيقى 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 الرسوم بتتعكس يعني اكتر من 20 مرة بعد ما تمشي كويس تجي تجيب ورقك للتحسين لتحسين تخلص القطع بقول لك تمشي تجيب لنا جواب من هتة الفلانة بعد ما نمشي هتة الفلانة بقول لك يا اخي انتو عمشوا انتو كم نفر تعالي بقول لنا امشي تعالوا واحد واحد في النهاية بقى فيها ازالات ازالات جبريق اي يزون هنا في الحيدة قاعد في قطاطه مفعل ماسح والمماسح في ناس ماسحين وفي ناس مماسحين قاعدين في قطاط نايد ونهي يعني بنطالب بتحسين القطع ايضا ايضا دي واحد من القضايا المتصلة بموضوع الازالات وهي تحتاج ايضا من وزارة التحطيط العمراني الى اجابات بشأن هؤلاء المواطنين وقضاياهم طبعا القضايا دي ما حيانا قضايا جدلية بتحتاج انك تستوسق انه الاراضي الكنية عليها البيودي هل هي اراضي ملك لناس واللي هي اراضي ملك لهم واللي هي ملك للحكومة والمعالجات الممكن تتم لصالح هؤلاء المواطنين نتمنى من الوزارة نسمع منها يعني في هذه القضية بالاضافة الى قضايا اخرى حانا جريده كلها ان شاء الله ونجيب نقول القضايا التي طرحت وماذا وصلنا في مجمل هذه القضايا صالون سوداني اربع عشرين يشرف من جديد بالاستاذ يوسف الموصلي حلقة ثانية التجربة وهموم وقضايا الفن السوداني خلوكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة